استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي لطائرات ومدفعية الاحتلال على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة حيث أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة الذي يتعرض لليوم الثالث على التوالي لقصف صاروخي ومدفعي كثيف مما أسفر عن عشرات الشهداء دون تمكن تواقم الإسعاف من انتشالهم بسبب كثافة القصف كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الصبر وسط مدينة غزة بعشرات القذائف ما أدى إلى تضرر المنازل بشكل كبير